شهدها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين شركة إيفا فارما للصناعات الدوائية والشركة إيليليلي العالمية للأدوية وتستهدف لاتفاقية التعاون في مجال توطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكري في مصر والاستدامة إمدادات الأنسلين للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط وعلى همش التوقيع قال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي بها الدين زيدان إن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعات الطبية وتشجيع الاستثمارات وزيادة الصدرات مشيرا إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد تلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات في قطاع التبقي